يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة استثنائية عفوا ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حاطز أنه من المقرر أن يجري الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطة ومجموعة من المسؤولين المغربيين رفيع المستوى تتطرق إلى سبل موصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات لسيما الاقتصادية والتجارية على نحو يلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبهم الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والنماء